اشتركوا في القناة الى 25 درجة سجنة سعودة المستوى 23 بتونس العاصمة وكانت في حدود 17 درجة بالمرتفعات واكثر تطور فيما يخص الوضع الجوي واكثر تفاصيل نشوفهم من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي سماء اليوم اللي كانت مغشات بسحب عبره باغلب الجهات والتي تكثفت بصفة تدريجية بعد دور بالمرتفعات الغربية والليلة نتوقع مواشرات تكون خلايا رادية ترفقها امتار متفارقة بالمناطق الجبلية الغربية وايضا تساقط البرد باماكن محدودة درجات حرارة الليلة تكون من بين 8 ل 12 درجة بالشمال وبالمرتفعات وتتروح من بين 12 ل 16 ببقية مناطق البلاد يوم الغد ان شاء الله تقريبا مازلنا معانين بنفس الخصائص الجوية انطلاق النهار تمتاز بظهور ذبب محلي خاصة في المناطق المنخفضة والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية ممكن سجدوا تراجع تفيف في درجات الحرارة ومؤشرات ظهور خلايا رادية بعد ظهور بالشمال وبالوسط ولترفقها أمتار متفارقة الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد تكون في مستوى العشرين بجيطة وطن القبلي نتوقع التسجيل 21 درجة بيقليم تنسي الكوبرة 19 بزغوان وبأقصى شمال ببنزرت بالنسبة لمناطق الشمال الغربي نتوقع التسجيل 20 بباجة 21 بجندوبة 18 بسليانة وأيضا بالكاف بمناطق الوسط حرارة القصوى تكون في مستوى 16 بـ 32 بالقيروان 20 بسوسة بالمونستير وبالمهدية بالنسبة لعاصمة الجنوب بسفيقس تسل حرارة القصوى المستوى 23-23 أيضا بقرقنة 22 بسليوزيد و18 بالقسرين وبمناطق الجنوب ممكن سجله 22 درجة بقافسة بتوزر تسل حرارة القصوى إلى 25-24 بيقبلي 24 أيضا بقابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربة ممكن سجله 23 درجة 23 بمدين 22 بتتاوين و27 درجة برمادة بالنسبة لملحة وسيد البحري بسواحين الشمالية منطقة يسيرات وخليج تونس ريح تكون في أغلبها مع قطاع الغربي سرعتها من 25-30 عقدة وتتقوى فعليتها بعد ظهر تتروح من 30 إلى 40 عقدة والبحركون شديد الاضطراب فمحليا نهائج بخليج حمامات وبجهة الساحل ريح تكون مع قطاع الغربي ثم تتجه مع قطاع الجنوب سرعتها من 15-20 عقدة وتصل إلى مستوى 35 عقدة بعد ظهر البحركون قليل الاضطراب فمضطرب وبمنطقة الشابة وجربة وصولا إلى جرجي سريح تكون مع قطاع الغربي ثم تتجه مع قطاع الشرقي سرعتها من 15-20 وتصل مؤقتا إلى 35 عقدة بالنسبة لمنطقة الشابة والبحركون مضطرب فقليل الاضطراب كالعادة نمددكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية بين وكشات سماء سافيا 26 درجة تقص كثيفة صحب المغرب الواقصة 16 بالجزائر 21 بترابلوس بالنسبة للخرطوم 35 درجة صحب عامة قليلة 23 بالقاهرة بشبه الجزيرة العربية 16 بالمدينة منورة 30 بمكة المكرمة أجواء مغيمة جزئيا بالدوحة وبي أبوظبي 30 بمسقة 26 بالكويت أمتار منتظرة ببغداد 18 درجة تقسم شمس بدمشق 17 ببيروت 13 بالقدس شريف وبالنسبة لإسطنبول نتوقع تزيل 17 درجة بأوروبا نزول الأمتار منتظرة برومة 11 بيفيونا حرى نسبيا مخفضة ببرلين 8 درجات 12 بجنف بروكسال 13 ببريس 22 بمدريد 26 درجة بلاشبونة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة مش بش نحكي عليهم هنا نعمل بش نحكي عليهم هم الفائز في مسابقة ميت يوز جوت تالنت كيدز اليس عبد عن مدرسة 2 مارس بنسبة لحية الخذرة مساء نور اليس مساء نور كما قاعدين نشوفوا ما يميز تقس الاربعاء 27 مارس راجعت شفيه الشتوية بقوة تصل درجات الحرارة من 12 إلى 17 درجة وتوصل محلين إلى 26 درجة بأقصى الجنوب لمطار مش تكون متفرقة على كامل تراب الجمهورية رايحة غلبها من القطاع الشمالي والبحر مش يكون شديد الاثتراب على كافة السواحل بالنسبة اليوم الخميس 28 مارس 2019 مش تكون تقريبا درجات الحرارة على نفس المستويات إنما البحر مش يكون مضطرب بالنسبة لوقات الشروق والغروب يكون الشروق على الساعة السادسة و14 دقيقة الغروب على الساعة السادسة و36 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات يمكنكم الاتصال بناء الموزع الصودي 88-40-40 أو على موقع الويب www.m2.2 ونختم كعدتنا بوقات صالية حيث بش يكون صبح على الساعة الرابعة و47 دقيقة الظهر نص نهار و32 دقيقة العاصر ماذي 53 دقيقة المغرب الستة و38 دقيقة والإرشاد على الساعة الثامنة وأربعة دقائق هكذا نكون وصلنا لخاتمة نشرتنا شكرا على حسن وتابع الاهتمام ومعادنا يزاد بديكم يوم الغد بيذن الله اشتركوا في القناة